طيب هنروح بقى الخبرنا المحل التاني وهو ان مصر تتوج ببطولة او بلقب بطولة العربية للدرجات برصيد 44 مدينة طبعا مصر اتلعب فيها بطولة الدرجات كانت يوم 24 و 25 نوفمبر اللي احنا فيه وده برضو احد الاحداث اللي ما خدتش حقها في التغطية الاعلامية لان انت عندك بطولة عربية للدرجات وعندك مدمار درجات على اعلى مستوى في استاد القاهرة البطولة كالمشارك فيها 120 لعب ولعب ومصر طبعا تفوز ب44 مدالية ده انجاز كبير طيب من الدول اللي كانت مشاركة مصر السعودية الاماراتي جزائر السودان قطر والبطولة تتلعب تحت رعاية الدكتور اشرف صفح طبعا رئيس الوزير الشباب والرياضة واشراف الاتحاد العربي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسم مصر كان جات في الصدارة برصيدة 44 مدالية متنوعة وجوم 22 دهب و 14 فضة و 8 برونز وده فرق كبير عن اقرب حد لنا وهي دولة الامارات واللي حققت 30 مدالية وجوم 8 دهب و 10 فضة و 12 برونز اما المركز الثالث فكان من نصيب السعودية اللي حققت 24 مدالية وجوم 5 دهب و 7 فضة و 12 برونز اما المنتخب الجزائري فجا في المركز الرابع برصيد 16 مدالية وجوم 4 دهب و 7 فضة و 5 برونز طبعا الاحداث الرياضية دي واستضافة مصر لها وفوز مصر بيها كمان ده بيبقى نجاح بالشقين ودائما احنا بنقول الكلام ده ان النجاح التنظيمي فقط لا يكفي ولكن انت محتاج نجاح فني فالنهار ده لما تنظم بطولة عربية على ارض مصر مهم جدا تكسبها وده اللي حصل من الدرجات او من منتخب الدرجات طيب انت بتكسب بتنظم بطولة اكيد مياه مياه هتنظمها بشكل جاية انت عندك جوادر فنية كوادر فنية كويسة عندك بنية تحتية راضية كويسة عندك بنية تحتية في استضافة البطولات سواء وتلات طرق وخلافه جيدة هتنجح هتنجح تنظمية ولكن مهم جدا الاتحادات تخطط ان هتنجح فنية عشان يبقى نعظم الاستفادة من استضافة هذه البطولة